في مشهد غريب ومش مألوف قرارت بنت اسمها فوزية زهور انها تعمل حاجة غريبة وما تخطرش على بال حد البنت دي ارتدت عبيتها الخليجية وقررت تقود شاحنة تقيلة بـ 22 عجلة طبعا الموضوع يبقت غريب وصعب بس هي قدرت تحقق اللي فشل فيه كتير من الرجالة مش بس كده دي كمان تفوقت على نفسها وبقت واحدة من اهم سائقين نقل الاتقيل في العالم وطبعا اصغرهم عمرا مين هي فوزية زهور وإيه حكايتها وليه قررت تمشي في الطريق الصعب ده وإيه الازمات اللي بتتعرض لها كل دو اكتر هنعرفه خلال الفيديو تابعونا للنهاية في مهن كده ما تنفعش غير للرجالة بس طبعا مش قرآن او حتى قانون وعشان كده قررت بنت جميلة اسمها فوزية زهور تتمرد على الواقع وتعمل الحاجة اللي بتحبها فوزية زهور اتولدت في الهند لوالدين اماراتيين وعاشت طفولتها في مدينة مومبي الهندية وكانت البنت الوحيدة فعلتها وده اللي خلاها تتحمل المسئولية من صغرها وكمان لأن والدها رحل بعد ولدتها مباشرة ومن وقتها وهي اعتبرت نفسها مسئولة عن والدتها وبقت بتقوم بنفس دور ولدها الراحل مهما كانت صعوبة المهمة يعني بالبلد كده بقت راجل البيت ولما رجعت فوزية الامارات اتفاجأت بالعداد والتقاليد الشرقية واللي حست منها ببعض الاعراف اللي فيها ظلم للمرأة زي موضوع قيادة الشاحنات الثقيلة اللي مقتصر على الرجاله وبس بس هي بقى قرارت تغير العداد دي وقدمت على رخصة قيادة لشاحنات إيلة برغم اندهاش رجال المرور في الامارات بطلبها ده الا انهم اضطروا يوفقوا ودوها فرصة الغريب بقى انها نكحت من اول محاولة وادرت تكتاز كل الاختبارات بمنتهى الدقة والمهارة فوزية حصلت على رخصة قيادة سيارة خاصة لاول مرة في حياتها سنة 2013 وبعد عشر سنين خدت القرار الاهم والاصعب في حياتها وهو حلم عمرها اللي انتظرت تحققه بفارغ الصبر وفعلا خضعت فوزية لاختبار النظر والفحص الجسدي وازهلت كل لقبلتهم في رحلتها بما فيه موظفي المشتشفى وظباط المرور وفي سنة 2023 استخراجت فوزية رخصة القيادة لشاحنة إيلة بتحتوي على 22 عجلة ومن وقتها بقت محور اهتمام وحديث كل الاماراتيين اللي كانوا شايفين انها حققت حاجة صعبة جدا ما بتتحققش بسهولة وبعد حصولها على رخصة حصلت على وظيفة في الشركة خاصة في الفجيرة فوزية بقى ليها من وقتها روتين يومي بتقوم من يومها بدري وبتبدأ يومها بنشاط بس هي مش بتلتزم بوردية سبتة وبتتنقل بين المشاريع المختلفة وبتنقل الرمال والحجارة بين المواقع فوزية اتعلمت ازاي تتعامل مع التحديات المختلفة على الطريق بما في ذلك المنورة بشاحنات اللي لها محورين المزدوج والسلاسي اطول مسافة اطعتها كانت من جبل علي في دبي الى القدرة وقالت ان قيادة الشاحنة بتختلف تماما عن قيادة السيارة لانها بتحتاج للتركيز والانتباه لضمان سلامة الجميع على الطريق وكمان تعلمت ازاي تحافظ على سلامة المركبة ودايما بتفحص الزيت والمية وضغط الاطارات بانتظام فوزية بتقول ان فحص حالة الاطارات مهم جدا خاصة في فصل الصيف لما تكون الحرارة مرتفعة لان ده بيزود من خطر انفجار الاطارات وفي حال حدوث اي تلف الاطارات فوزية بتوقف الشاحنة بامان وبتتصل بقسم النقل للحصول على المساعدة ونيجي بقى لفترات الراحة عندها فوزية بتصور مقاطع فيديو لمشاركة تجربتها مع متابعيها على السوشيال ميديا كمان اطلقت قناتها الخاصة على اليوتيوب وبتشارك تجاربها وبتلهم ان يستقل دخول مجالات جديدة ورغم الدعم الكبير اللي بتتلقى الا انها بتواجه انتقادات من بعض المتابعين اللي شايفين ان قيادة الشاحنات مش للنساء هدف فوزية الاهم هو تمكين النساء وبتحلم تكون اول مدربة للمركبات الثقيلة في الامارات ونفسها تغير الواقع الحالي اللي ما فيهوش مدارس لمدربات الناس كمان نفسها كمان تكون ملهمة لكل نساء التنين لتلقي دروس القيادة والدخول في مجالات جديدة في النهاية فوزية زهور هي نموذج حي للقوة والاصرار قصتها مش مجرد قصة عن قيادة شاحنة انما هي حكاية جميلة للاصرار واسبات الذات وتحقيق الاحلام وتحدي التقاليد شاركونا برأيكم في تجربة فوزية زهور وهل هي فعلا ملهمة لكل نساء